بسم الله الرحمن الرحيم تنبع لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يعرجوا وظنوا أنهم مانئتهم وصنوا من الله فأتاهم الله من خيث لم يغتصبوا وقذب في كلبهم كل ما يغربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين واعتبروا يا أولي الأبصر ولولا أن كذب الله عليهم الجلاء لا أذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة أذاب النار ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاك الله فإن الله شديد الإقاب ما قطعتم من لينة أو درتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ولغزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل الغروف لله وللرسول ولديه الغروف واليتام والمشاكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نعاكم أنهوه فأنتهوا وتقول الله إن الله سديد الإقاب للبقراء المهاجرين الذين أعرضوا من زيارهم وأموالهم يبدأون بذلا من الله ورضوانا وينسرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في شدورهم عاجة مما أوتوا ويوذرون على أنفسهم ولو كان بهم مخصوصا ومن يقصوها نوسي فأولئك هم المفلئون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اوفر لنا ولهواننا الذين سبكون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوب رخيم ألم ترع إلى الذين يبقوا يقولون لأعوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أغرجتم لنرجنا معكم ولا تنتيأ فيكم أهدا أبدا وإن كوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكذبون لئن أغرجوا لا يعرجون ماهم ولئن كوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم لا يولون الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشدوا رابطا في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى مخصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم صديد تحسبون جميعا وقلوبهم ستا ذلك بأنهم قوم لا يأكلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاكوا وبال أمرهم ولهم أذاب عليم كمثل شعطان إذ قال للإنسان يغفر فلما قبروا قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان آكبثهما أنهما في النار قلدين فيها وذلك جياء الظالمين يا أيها الذين آملوا اتقوا الله ولتنظرنا ثم قدمت لغاية وتقوا الله إن الله خبير بما تأملون ولا تقولوا كالذين نسوا فانسهم أنغسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أسحاب النار وأسحاب الجنة أسحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته قاشئا متصدقا من خسية الله وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ وَاللَّهُ نَزْرِ وَالِنَّاسِ لَأَجَلْ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا إله إلا هو وَالْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَهُ وَالرَّعْمَنُ الْرَّحِيمُ هو الله الذي لا إله إلا هو وَالْوَلِكُ الْكُدُّسُ السَّلَابُ الْمُؤْمِنُ 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 الْأَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَقَبِّرُ سُبْعَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هو الله الْعَلِقُ الْبَارِعُ المُسَوِّرُ لهُ الْأَصْمَاءُ الْأُسْنَاءُ يُسَبِّعُ لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْأَكِيمُ